أهلا بكم تابعي أخبار المنتخب الجزائري عدة أخبار وكواليس أفريقيا تدر قبل بدء الكان وكذلك المباراة الفاصلة لكاس العلم حيث في أول خبر الكاف تدرس إمكانية لعب المباراة الفاصلة لمباراة واحدة في بلد بوحيد وليس ذهاب نوعيا بالكامعة هذا الأمر وهذا سيتضح يوم 25 نومبر في الشماع اللجنة التقنية لكاف في ثاني خبر تعيين كوفي كوجيا نائبا لرئيس درجة تحكم إفريقيا المصري جهاد جارشا ولن يكون هذا في صح الخضر بشكل أكيد لأنه سبق وأن ارتكب مجزرات حكيمية في حق الخضر حين حكم مباراة نصف نيائي كاسم إفريقيا 2009 في مباراة جزائر مصر حيث خسر الخضر بأربعة صفر إثر مجزرات حكيمية بالتوفيق من تقبع جزائر نتمنى أن لا تؤثر هذه الكواليس في مستوى ونزأها للكاس العالم بإذن الله